يعني كبار السن يكلوا ازاي وامتى وفي اي توقيت ومعا اي عشان يحرق يعني ادينا كده بالضبط ايوه اقول لحضير كل هاي بالنسبة لكبار السن او عمتا يعني بس طبعا كبار السن كبار السن الاول ايوه انا محتاجة ان انا اتناول الحلوة دي بعد الوجبات مثلا الفطار او الغداء بحيث ان يكون ايه الجسم شبعان او المعدة ممتلئة يعني عشان ما تناولش كميات كبيرة منها انا لو المعدة فارغة وانا لسه يعني الشخص يعني جعان فهيضطر ان هو يتناول كميات كبيرة عشان يحس بالشبع يعني فهو يتناولها بعد الاكل او مثلا يحلي بيها بس صباحا او صباحا او ممكن بعد الغداء لكن ما يعرضش نفسه الفترة المسائية نهائي عشان عشان يحرقها بالضبط عشان الحرق في المساء بيبقى يعني ضعيف جدا يعني او قدرته ضعيف فهو هيتناول حجم ياخد يعني بالنسبة للشخص العادي اللي هو مش مريد سكر لا شخص مريد سكر ياخد قد ايه مثلا هل يشرب مية قد ايه يعني 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 هو ممكن يتناول القطعة 100 جرام دي ما يتناولش اكتر من كده يعني في اليوم يعني يحاول انه ما يزدش عن 100 جرام في اليوم يعني لكن طبعا مريد السكر لا ما يزدش عن 50 يعني 50 جرام في اليوم يوزنهم حتى كده بالميزان يعني وعشان يبقى ما يحصلوش مضاعفات يعني عشان ما يحصلوش مضاعفات هو برضو بيتناول يعني الحاجة اللي هو بيرغبها وفي نفس الوقت ما يدخلش نفسه في مشكلة يعني طبعا ما عليك تزن بشربة المياه ومواجهة الطبيعة طبعا المياه بكميات كافية دي يعني مش أقل من 2 لتر في اليوم دي مهمة جدا يعني عشان بتساعد برضو على الحرق وتساعد على الجسم بيتم الهضم والامتصاص بسرعة سليمة ممارسة الرياضة يعني ما يكلش وينام يعني يمارس الرياضة المشروبات ممكن يشرب برضو يتناول مشروبات من ليه بتساعد على الحرق وكده يعني مثلا الشيء الأغضر الزنجبيل القرفة المشروبات دي بتساعد برضو على الامتصاص والحرق التوقيتات زي ما قلنا برضو مهمة جدا يعني واحد مثلا ما يستيقسم ان النوم الصبح وهو جعان ويت ولا كلها يعني يتناول قطعة بعد قطعة يعني مش هيقدر يحكم الموضوع لكن هو يحاول يعني المريض السكر بالذات او اي مرض يعني لابد ان هو يكون طبيب نفسه يعني واعي للمرض بتاعه ما يستناش ان هو يوصل لمشكلة ويحصل له أزمة وبعد كده يروح الطبيل لا ما يدخلش نفسه في القصة دي يبقى هو واعي وقاري وعارف ان ايه الاشياء اللي بتضره ايه الاشياء اللي بتفيده عشان ما يدخلش نفسه يعني الوقاية فعلا خيره من العلاجي يعني اشتركوا في القناة